أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام إليكم تفاصيل أخبار الأن كشف مدير مكتب الاتصال المغربي عبد الرحيم بيود عن موعد إطلاق الرحلات المباشرة بين المغرب والكيان الصهيوني وقال في صفحة إسرائيل بالعربية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد شهر رمضان سنعمل على تسيير رحلات جوية مباشرة بين الدولتين وأجرى بيود لقاء مع وزير تعاون الإقليم الإسرائيلي أوفير ناقشا خلاله اتفاق السلام والتعاون عن موقع مع البلدين وقال إن التقاليد اليهودية جزءا لا يتززأ من التقافة المغربية متوقعا زيادة في التعاون بين البلدين ترجمة نانسي قنقر